النهاردة بقى هنتكلم على واحدة من الصارمز المشهورة جدا اللي هو الراد ر ا ا ا دي وان فورتي راد مية وارمعين زكرا جماعة اهلا بكم في حالة النهاردة هنكمل سلسلة الصارمز باللغة المبسطة الستورويدز الخفيفة جدا اوية حتى مش متعتبرش استورويدز ولكن انواع من عايز اقول هرومونات شوف الفيديو بتاعي اللي قبله لانا كنت بتكلم على ايه هي الصارمز بالزبط وانا اتكلمت على مكي 677 مش صارمز ولكن محفز للجروث هرمون بشكل طبيعي بس المادة نفسها مش طبيعية لازم تخش تشوف الفيديو اللي فات عشان تفهم النهاردة بقى هنتكلم على واحدة من الصارمز المشهورة جدا اللي هو الراد ر اي دي وان فورتي راد 140 وهو ده فعلا صارمز وبمعنى او بملخص كده هو بيشتغل على المستقبلات الاندروجينية شوفت بقى بقينة اخيرا دايما كنت بقولكو ريسابترز فاخيرا تعلمت كلمة ريسابترز بالعربي هي مستقبلات الراد 140 هو واحدة من الصارمز اللي بيشتغل على او لي وصفات اندروجينية ولكن مش بنفس كسافة الستورويدز سواء اعراض جانبية او حتى اعراض عضلية لها دعوة باعراض ذكورية على فاكرة اللغة دي صعبة جدا بالنسبة لي ان انا اتكلم عليها بالعربي بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا احسن من العربي بتاعي في الكلام العلمي اللي هو زي ده انا عرفه كله بالانجليزي ولكن بحاول برضو اتعلمه بالعربي عشان افهمه للناس كلها الوقتي الراد خلينا نفهم الاول هو في مجال الطبي الابحاث اللي بتتعمل عنه الابحاث اللي بتتعمل عن الراد 140 انه هو بيوقف من تدمير العضلات او ضياع العضلات من عبر امراض معينة يعني مثلا مثلا انت عندك لما واحد عنده مرض الايدز بيكون فيه muscle loss او muscle wasting اللي هي خسائر العضلات من المرض ده سواء من الايدز او حتى ممكن من مرض السرطان الحاجة التانية انه هو برضو بيمنع منها شاشة العزام ولكن كل ده لسه في فترة الابحاث والتجارب ما تدلهاش التصريح انه هي تستخدم للبني ادمين وهي دي واحدة من المشاكل بتاعت الصان زي ان احنا مش عارفين الاعراض الجانبية على مدى بعيد ازاي او ايه استخدامه في كمال اجسام البودي بيلدرز بيستخدمه راد 140 في بناء العضلات لانه هو اصلا غرضه في الابحاث انه هو بيمنع من تضيع العضلات فبالتالي اذا انت ماشي على دايت كويس وتتمرن كويس والى اخري ممكن تبني بيه عضلات الحاجة التانية انه هو في فترة التنشيف حيحافظ على العضلات اللي عندك هو طبعا لانه سارمز فهتلاقي مثلا البنات بيستخدموه في اليوم بطولات البكيني او الشباب اللي مش عايزين يخشوا سكة الهرمونات بس عايزين حاجة اتقل من المكملات بشوية بسبب الوحيد برضه ان انا دخلت اتكلم في الموضوع ده ان الاحظت ان في البرامج المخصصة بتاعتي في الاستمارة الناس طبعا انا دايما بشجع ضد الهرمونات وبدي برنامج مكملات في البروجرام بتاعي ولكن الاحظت ان الناس بتطلب لو ممكن ازود برنامج سارمز لمدة 6 الى 8 اسابيع بحيث ان احنا نحسن النتيجة دلوقتي انا مش بشجع الموضوع ده ما بحبوش ولكن هو اخف من السترويدز فلو انت خلاص دماغك معصلجة جدا وعايز تاخد السكة دي انصحك ان انت قبل ما تخش سكة الهرمونات اللي هي هتعكلك الهرمونز الطبيعية بتاعتك جرب السارمز ولكن لازم تكون واعي بحاجة لازم تكون واعي بحاجة ان احنا مش عارفين الاعراض الجانبية بتاعها على مدى بعيد فالسارمز او الراد 140 بالذات هو لمواصفات اندرجينية اللي هي حفاظ على العضلات ولكن برضو ممكن نشوف اعراض زيها زي الاورل سترويدز اللي هي السترويدز بشكل ان هو بيتخذ عبر الفم ومش الحقن الاعراض اللي زي دي اللي هي ممكن تكون ايه ايه نصوتك ممكن يدخن لو انت واحدة بنت ممكن برضو مودك يتغير ممكن يعني بيقولك في الاعراض الجانبية فيه احتمالية انهم ممكن برضو يعمل اضطراب في الهرمونات او توازن الهرمونات بتاعتك الله يضر بطيعتك ارسายي الكلمات دي فخور بالنفس والله الكلمات دي بتيجي صعبة جدا في دماغي الله يبرا حدود ممكن يعمل اضطراب في توازن الهرمونات بتاعتك وممكن بسبب ده يسبب لك الجاينو اللي هو الحلامات بتاعتك تبتيدي تنفخ شوية ففي حالات ممكن يحصل الكلام ده وطبعا احنا عشان مش هو هرمون فبيبقى صعب ان احنا نعرف قد ايه محتاج انتي استرجن او اروماسين عشان نمنع الموضوع ده يعني مثلا لو كورس استرويد عادي ايزي ممكن اقولك لا هتاخد واحدة اروماسين في اليوم 25 ميلي جرام لازم عشان تخلي الاسترجن بتاعك في النورمل رينج مايفاعش يطلع برا النورمل رينج ومش عادي ان هو يطلع برا النورمل رينج ولكن في السارمس هيبقى فيه ايه لا تحليل ونجرب بقى يعني كل 3 اسابيع حتطر تعمل تحليل الاسترجن بتاعك عشان تتأكد ان هو مش بيزيد الجرعة عادة اللي النفس تاخدها في كمال اجسام هي المدة اولا ما بين 6 الى 8 اسابيع وبعدين الجرعة لو انت مثلا واحد بيحاول يعمل حجم 10 الى 20 ميلي جرام البنات ممكن تاخد 5 الى 10 ميلي جرام لو داخلين بطولات دي ملخص الراد 140 الاعراض الجانبية زي ما احنا قلنا ممكن يكون فيه اعتراف الهرمونات ممكن يكون فيه اعراض دكورية برضو زي الحنجرة في الست صوتها يدخن في نفس الوقت حتة البشرة تتغير وحب الشباب مش هتبقى كتير لان الراد مش مش شرط هيعلي من الاسترجن قوي بس برضو في الريسيرتش او في الابحاث بتكون يعني بص هو كل السابليمينس هتلاقي فيه اعراض جانبية احتياطي وانا برضو من الكلام اللي انا بقولولك ده احتياطي عشان ممكن تحصل في ناس كتيرة او في ناس معينة مش العادي ولكن ممكن يحصل يعني مثلا التستسترون مليون في المية هيزود لك الاسترجن مفوش كلام لازم تاخد ارموسين ولكن الراد 140 لا الاحتمالية بسيطة جدا ممكن كم واحد يشوفها في السايكل بتاعه وادي ملخص الراد 140 من الاخر هو حاجة زي ما تقول اورل سترويد يعني سترويد بيتخذ عبر الفم بس على خفيف جدا لو حقارنه بحاجة ممكن اقارنه مثلا بالانفار الفرق ان احنا عارفين الانفار الاعراض بتاعته ايه وفعلا بيعمل الاضطراب في الهرمونات بتاعتك الراد اخف من الانفار كمان بشوية ويعني هل يعدي عليك واحد يعني هل لو انت اخدتوا تعتبروا برضو واحد طبيعي ما اخدش هرمونات دي بقى انا سيبكوا انتو تكتبوها في الكومنتس هل انتو تعتبروا ان بتغير من واحد انه يكون طبيعي ولا لأ انا انا في رأيي انا بحاس ان هي بس على قوي جدا اللي هي محفز الهرمون التسترون اللي هي بتشتريها من اي مكان ولكن على اقوى اا بكتير في نفس الوقت اخافي بكتير من الستورويدز وانا ما تنسوش انا بعمل الفيديو ده على الطلب بتاعكم مش بشجع لاي حد ياخد الحاجات دي وكده كده خمسة وتسعين في المية من البرامج بتاعتي والتحويلات بتاعتي اللي انتو بتشوفوها زي دي ودي 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 كلها طبيعية وده فيديو النهاردة ملخص اتمنى انه هو عجبكم بليز اعملوا سبسكرايب وللبرامج المخصصة بغرض النيو يير اعمل لكو خاص خمسين في المية اللي انا مش بعملها غير تقريبا ممرتين في السنة سايب لك اللينك تحت في مربع وصف الفيديو وفي نفس الوقت سايب لك اللينك كمان كتاب الوصفات لو انت عايز تخس او بتحاول تزيد في الوزن من غير ما تشكل جسمك قوي عايز بس تنزل في الدهون ومش عايز تمشي على دايت انصحك ان انت تشتري كتاب الوصفات في مية وصفة كل وكبات اللي في كتاب الوصفات كتب لك الماكروز اللي فيها بحيث ان انت تعرف تعمل الدايت بتاعك كتب لك البروتين الكاربز الفات الالياف كل وجبة من الوجبات الموجودة المية وصفة ولو انت متجوز او عايش مع والدتك يا اخي اشتري كتاب وخلي مراتك انت اختار الوجبات اقول لا انا عايز وجبة كذا وجبة كذا وخلي مراتك او والدتك تطبخ لك الاكل بحيث ان انت تعرف تعمل الدايت سهل جدا وممتع ودلوقتي انا باعرض اخر خدمة موجودة ليا اللي هي خدمة جديدة المتابعة one on one هنبقى مع بعض على telegram لمدة 3 شهور ولكن دي خدمة اغلى طبعا لان بتاخد من وقت كتير وبتبقى معايا على طول اي وقت اي اسئلة وتحديثات للبرامج بتاعتك دي حلقة النهاردة ونشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة تانية وهنتكلم على سارمز مختلفة واحدة تانية نجيبها بكرة اكتبوني في الكممنتز عايزين انهي سارمز هتكلم عليها وهتكلم عليها اكتر واحدة هشوفها مكتوبة هتكلم عليها بكرة ان شاء الله